بينما يلجأ الأطفال في العطلة المدرسية وأوقات الفراغ إلى حواسيبهم كملاذ للتسلية في ظل ندرة الخيارات المتاحة للترفيه خصوصا مع انتشار أمراض الشتاء التنفسية وبرودة التقس التي تلزمهم المنازل تصبح الحاجة ملحة لضبط استخدامهم لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها بيئة خصبة لمظاهر الاحتيال والتنمر والمحتوى غير اللائق أحيانا فكيف نحمي أكثر من مليوني طفل أردني يستخدمون الإنترنت من مخاطره للحديث عن هذا الموضوع نرحب بالأخصائية النفسية والتربوية حنينة لبتوش أهلا بك سيدة حنين اليوم نعيش في ظل ظروف متغيرة يلجأ الأهل فيها إلى وضع الهاتف بيد أبنائهم لإسكاتهم أو حتى لإلهائهم فكيف يجب التعامل هنا مع هذا الأمر سعيد صباحكم أهلا بك وسعيد صباحكم جميعا نعم مثل ما تفضلت وحكيت للأسف نحن عم نعيش في وقت وفي زمن أصبح استخدام الهاتف للأطفال سواء الهاتف أو الآيباد أو أجهزة الكمبيوتر هي من المخاطر الكبيرة والتي لها أثر سيء للأسف على أطفالنا لذلك علينا حماية هؤلاء الأصفاء من هؤلاء العالم ومن عالم الإنترنت بشكل خاص وبشكل عام من الإنترنت وبشكل خاص عصلا من مواقع التواصل الاجتماعي سواء التكتوك أو سواء الفيسبوك وغيرها هؤلاء جميعها هي تعتبر مؤثرات خارجية تؤثر على أولادنا وأنا دائما أحكي أنهم أطفالنا هم مستقبلنا وحتى نحافظ على هذا المستقبل علينا أن نربي هذا الجيل بطريقة واعية وبطريقة تكون مناسبة للحفاظ على هؤلاء الأطفال هناك مخاطر كثيرة من هذا العالم الإلكتروني الذي يسبب لأطفالنا إضمان هذا الإضمان لا يقل أي خطورة عن أنواع الإضمان الأخرى مثل الإضمان المخدرات لذلك هو صورة من صور الإضمان سيد حنين أنا متأكد بأنه إحدى الأمهات الآن الموجودة على الشاشة بدأت تحكي طيب هم فتحوا الموضوع إيش البدائل أنا ما عندي بدائل لا بقدر أطلع ابني على الشارع ولا بقدر أحطه في نوادي لأن الوضع ربما مختلف بعطي التليفون وخليه تابع طبعا طبعا سؤال جميل بتشكرك عليه أول إشي بده يكون من بعض هذه البدائل أول إشي أنه تعويض الطفل على ممارسة الهواية على تعويض الطفل من هذه البدائل على ممارسة ألعاب رياضية وتماليين رياضية حتى يستخرج داقاته حتى أنه يشارك في هذا المجتمع بعض الأنشطة تسجيل الطفل في مراكز ثقافية أو نوادي رياضية أو مراكز لتحفيظ القرآن وتحفيظ الحديث بنشجع الطفل دائما من أهب البدائل على تكوين علاقات صداقة تكون مهمة مناسبة لعمره أشراك الطفل أو أشراك الإبن في أمور خاصة خلينا نشكي تعاونية في البيت سواء الفتاة أو الطفلة مع الأم والطفل مع الأب ثمان برضو فيه أنه عدة طرق لعلاج الإجمال على الإنترنت أنه تحديد وقت اللعب تحديد وقت اللعب لهذا الطفل عدم استخدام هذا الإنترنت أو هذا الهاتف وقت النوم التحدث عنه لما يكون هم بعض الأطفال للأسف أصبحوا مدمنين على الألعاب الإلكترونية لذلك التحدث مع الطفل عن اللعبة التي يحبها ومعرف السبب تعلق فيها ومحاولة الحد من هذه اللعبة إذن الاستغلال الوقت سيدة حنين ولم يتبقى الكثير حتى في ساعات إعطاء الطفل وإحنا ما منحكي أطفال صغار لازم تعطيهم التليفون ولكن حتى في الساعات المسموح بها استخدام الهاتف يجب مراقبة المحتوى نعم مراقبة الأولاد ومراقبة ماذا يشاهدون على هذا الهاتف ودائما حمايتهم من هذا العالم المخيف الذي قد يؤثر عليهم صحيا وسلوكيا أيضا لأنه له أدرار صحية مثل ممكن يؤدي إلى الجفاف العيون ممكن يؤدي إلى آلاف الضغر وأسباب عديدة يعني تم مناقشتها وسنبقى نناقش هذه الأسباب ولكن الملفت وأنا بحضر لهذا الأمر شهادت مقابلة لمؤسس شركة تيك توك وتطبيق تيك توك تحدث حول بأنه لا يعطي ابنته الصغيرة الهاتف لتشاهد تيك توك لأنه محتوى هذه المنصة للأعمار محتوى أهضر وغير هذا يعني نتمنى أن يكون هناك رقابة أكثر وما تقوم بها الحكومة بشكل حالي وفي الوقت الحالي لضبط هذا المحتوى السيدة حنينة البطوش على خصائية نفسية والتربوية شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا